موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضركم مع حضركم دكتور محمود فاروق دكتور القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية أهلاً وسهلاً بكم الناس دائماً بتتكلم على الجرائم الإلكترونية دائماً بتسأل إيه هي جرائم تكنية المعلومات إيه هي مشكلة الجرائم الإلكترونية اللي بتواجه العصر الحديث بتواجه الناس كلها مفيش حد في الدنيا دلوقتي إلا لما بتواجهه جريمة اسمها جريمة إلكترونية إذا كان طفل إذا كان شاب إذا كان شابة بنت سيدة رجل أعمال محامي مدرس أياً كانت الوظيفة اللي إحنا حضرتنا فيها لازماً في يوم من الأيام بتواجهنا جريمة إلكترونية طيب ناس كتيرة جداً بتسأل على إيه هي الجريمة الإلكترونية والزي الجريمة ديت بتقع وإيه هي أنواع الجريمة ديت وإزاي نتعامل معها إحنا كمحامين لما بنيجي نتكلم عن الجريمة ديت بنبص لها من منظور تاني مختلف شوية عن نظرة الناس الناس بتبص للجريمة الإلكترونية على إنها حاجة حصلت على النت أو حاجة حصلت على الكمبيوتر أو عبر الهاتف عبر أي برامج من اللي إحنا الأبليكيشنز اللي إحنا بننزلها على الموبايل تبدأ الناس تقول أنا حصل لي كذا أنا حصل لي كذا وبتسكت إلا المحامي لما بيجي أتعامل مع الجريمة ديت بيتحامل معها بدرجة وتكنية عالية جداً اتكلمنا كتير قبل كده عن الجريمة الإلكترونية واسمعنا عنها وقرينا عنها كتب كتير قوي ويظل الاختلاف على أنا إزاي أتعامل كمحامي مع الجرائم الإلكترونية أو أنا كمواطن لما يحصل لي فعل معين أعرف إزاي إن صنف أو وصف الفعل دوت يصنف جريمة إلكترونية ولا هل هي حاجة حصلت كده وخلاص أنا مليش حق فيها ولا ليه حق فيها ولا الكلام ده كله كل دوت هنعرفه في السلسلة اللي هنتكلم فيها إن شاء الله على الجرائم الإلكترونية هنتكلم على الجريمة من بدايتها لأركانها والأنواعها وإزاي بنتعامل فيها وهخاطب حتة للأستاذ المحامي إن إيه هو الدليل الإلكتروني وإزاي وإحنا رايحين بنتعامل مع الجريمة الإلكترونية يكون عندنا خلفية عن طرق التعامل الصحيح معها أول حاجة الجريمة الإلكترونية إيه هي الجريمة الإلكترونية الجريمة الإلكترونية هي كل فعل أو امتناع عن فعل يعني فعل حصل أو حد امتنع عن فعل معين الفعل دوت بيكون باستخدام التكنية الحديثة بمعنى أنه هو مثل الجرائم التقليدية اللي احنا متعودين عليها في القانون الجنائي أو في الواقع أو في البلد أو في البلاد العربية عموما للجرائم اللي بترتكب بأي فعل خارج عن الكمبيوتر أو الهاتف أو أي تكنية خالص لكن الجريمة الإلكترونية ترتكب باستخدام تكنية حديثة كالكمبيوتر عبر الإنترنت أو الهواتف الخلوية اللي هو الموبايل عبر الأبليكيشنز أو الحاجات اللي هي بتستخدم فيها طيب الجريمة دي بقصد إيه؟ يعني الجريمة دي اللي بتتم أو بتقع بطاقع ليه؟ تقع الجريمة الإلكترونية بقصد اتنين أول حاجة الاعتداء والإضرار الاعتداء والإضرار بيعتدي على إيه مرتكب الجريمة دي؟ وطبعا هنعرف فيما بعد مين هو أصلا المرتكب الجريمة ومين هو المتهم الإلكتروني وازاي نفرق ونعرفه كل الكلام ده؟ أول حاجة ترتكب الجريمة الإلكترونية بقصد الاعتداء على حق أو مصلحة أو بيانات أو معلومات يحميها القانون حق أو مصلحة أو بيانات أو معلومات يحميها القانون وبقصد الإضرار بالأجهزة والأنظمة والشبكات إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بمعنى المتهم الإلكتروني معلش يوم ما أقول عليه متهم إلكتروني هو متهم ذاكي جدا هو مثل المتهم التقليدي أو الجرام التقليدي اللي إحنا متعودين عليها يعني ممكن أي حد أي إنسان معرض أنه يبقى متهم في الجريمة التقليدية تبقى للظروف تبقى للواقع ممكن يكون متهم تقليدي أما الجريمة الإلكترونية المتهم فيها بيجون أستاذ تقنية مهندس أو هندسي تقنية أو حد ذاكي جدا بيعرف يتعامل مع الشبكات والأنظمة باستخدام الإنترنت باستخدام الحسوب يقدر إزاي يختارك ويقدر إزاي يعترض والكلام ده كله هنتكلم فيه يبقى الجريمة الإلكترونية هي كل اعتداء على حق أو مصلحة أو بيانات أو معلومات يحميها القانون بقصد وهدف الشخص اللي هيخش يرتكب الجريمة ديت بيكون هدفه هو واحد بس الوصول الغير مصرح له وصول بس غير مصرح له للبيانات والمعلومات بأي هدف كان سياسي ديني شخصي اجتماعي عسكري طيب انت قلتلي هنا أن محل الجريمة ديت يبقى إيه محل الجريمة يعني الجريمة ديت أي جريمة تقليدية بترتكب على إيه مثلا جريمة الضرب هي الاعتداء على شخص جريمة السرقة هي الاختلاص طيب الجريمة الإلكترونية ايه المحل الخاص بيها يعني هي بترتكب على إيه أو إيه الموضوع الجريمة الإلكترونية هي البيانات والمعلومات البيانات والمعلومات طيب ايه هي البيانات والمعلومات الخاصة بالجريمة ديت اللي هي بتكون محل الجريمة الإلكترونية أول حاجة البيانات قسموها علماء الهندسة وعلماء الشبكات والكل طبعا مع الاتفاق مع المشارعين القانونيين إن البيانات والمعلومات اللي هي بتكون محل الجريمة الإلكترونية يعني الطاقة عليها الجريمة الإلكترونية هي بتنقسم لحاجتين يا إم هي بيانات شخصية أو بيانات حكومية بيانات شخصية أو بيانات حكومية طيب إيه هي البيانات الشخصية دي؟ سواء كان شخص طبيعي يبقى هو كل البيانات هي كل الداة التفاصيل الخاصة بالشخص الطبيعي سواء اسمه مؤهله عمله بياناته الخاصة صفته شركائه أهله أي داتة خاصة به تفاصيل خاصة به منشورة على الواتساب أو منشورة على النت أو هي ما يكون موجودة على الشبكة سواء صفحة فيسبوك مثلا أو صفحة تواصل اجتماعي عموما أو حساب بنكي هي كل ما يكون للشخص من داتة أو بيانات أو تفاصيل هي داتة اللي بتكون محل الجريمة الإلكترونية طيب طب إيه المحل بقى بالنسبة للبيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية أو الحكومية هي كل ما يخص الحكومة أو الدولة أو الشركات في مؤسساتها في وزارتها في أجهزتها الرقابية خاصة في الدولة وبالنسبة للشركات الاعتبارية هي كل ما يخص من التفاصيل الخاصة بالشخص الاعتباري من بداية مجلس الإدارة لكل البرامج المخصصة لكل قسم جوه زي البرامج المحاسبية البرامج القانونية البرامج الحجز برامج العقود كل الشركة وليها برامج هي بتمشي عليها معينة البرامج دي هي دي البيانات والمعلومات اللي بتكون خاصة خاصة أو بتكون محل جريمة إلكترونية يبقى محل الجريمة الإلكترونية هي البيانات والمعلومات ايه هي البيانات والمعلومات اللي هي لو وقع عليها الجريمة نقدر نقول عليها جريمة إلكترونية هي كل تفاصيل خاصة بالشخص سواء كان شخص طبيعي اسمه مؤهله عمله كل ما يخص به كل أقاربه كل شركاء كل ما يملكه على طريق الشبكات المعلوماتية ولو كانت شركة أو شخص معنوي خاص هي كل البرامج والخاصة بيها أو كل الأجهزة الخاصة بيها اللي بتمشي عليها الشركة دي من جوه نظامها الداخلي لو كانت بيانات أو معلومات حكومية هي كل ما يخص الدولة من بيانات خاصة بأجهزتها الرقابية ووزارتها ومؤسساتها سواء كانت العامة أو المؤسسات القبضة أو كل مؤسسات الدولة طيب عرفنا دلوقتي أن الجريمة الإلكترونية تعرفها مفصلة ودلوقتي معروفين خلاص إيه هو محل الجريمة هي البيانات والمعلومات طيب آدات الجريمة بمعنى إمتى أني أنا أقدر أقول أني دي خلاص أصبحت قدامي جريمة إلكترونية قدامي البيانات والمعلومات طيب إمتى أقول أن الجريمة وقعت عندما يحدث تقنية للمعلومات عندما يحدث تقنية المعلومات طيب يعني إيه يعني الشخص اللي هيدخل يطلع على البيانات والمعلومات اللي حكينا عليها من شوية دي دي سواء خاصة بالشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاص أو أشخاص الدولة أو الشخص إن هو الدولة مثلاً وكل الأجهزة الرقابية أو الوزارات أو المؤسسات اللي خاصة بالدولة لازم علشان نقول إن هو دخل عمل جريمة معينة لازم يكون قدامه لازم يكون بفعل يسمى تقنية المعلومات إيه هي بقى تقنية المعلومات التقنية ديت هي كل فعل تقني يعني هندسي سواء كلي أو جزئي بيكون هدفه يأما نقل نسخ تعديل نشر محو إرسال إزالة للبيانات والمعلومات بمعنى إن بمجرد وصول المتهم الإلكتروني اللي هنتكلم عنه بعد شوية للبيانات والداتا والتفاصيل الخاصة بكل شخص سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري لازم علشان نقدر نقول إن هو عمل جريمة إلكترونية لازم بيقوم بفعل من الأفعال دي اللي هي تقنية المعلومات اللي هي خاصة بنقل البيانات دي أو نسخ البيانات أو إزالة البيانات أو نشرها أو محوها أو تعدل فيها يعني دخل على البيانات إما أخدها سرقها نقلها أو اكتبس منها كابي بست منها أو أرسالها لحد تاني يعني دخل اعتاد عليها وأرسالها لحد تاني أو عمل لها محو أو عدلها أو دخل عليها هندخل في الحلقة القادمة وهنتكلم فيها لحد الوقت إحنا عرفنا تعريف الجريمة الإلكترونية هو وسائلها أو طرق المحل الجريمة في الحلقة القادمة هنتكلم على مين هو بقى المبتهم الإلكتروني وإزاي بيقوم بتقنية المعلومات شكراً لحضراتكم اشتركوا في القناة